تواجه حكومة كربلاء المقدسة الهجرة العشوائية بإيقاف منح بطاقات السكن استثناءات المتنفذين ونسب العشوائيات نتابعها مع علي خالد تكسر القرار الحكومي الذي يقضي بإيقاف منح بطاقات السكن للوافدين إلى كربلاء ضمن الهجرة العشوائية والأخيرة ترد بضوابط صارمة إجراءات مشددة وضوابط رادعة اتخذت الحكومة المحلية هنا لتقف أمام استثناءات المسؤولين التي تأتي من خارج المحافظة بعد القرار الحكومي الذي أوقف إصدار بطاقة السكن الكربلائية كان سبب قرار مجلس المحافظة الأول بإيقاف بطاقة السكن هو كثرة الاستثناءات من خارج المحافظات وبعد تدقيق وبعد أكثر من جلسة مع الأخوان في داخل مجلس المحافظة اللجنة القانونية واللجنة الأمنية قرر مجلس المحافظة هناك شروط هذه الشروط وظيفتها تحد كثير من قضايا الابتزاز للمواطنين وأصل موضوع الشروط اللي وضعت هي حقيقة أن تحد من الفوضى اللي كانت بالسابق بالاستثناءات اللي تجي من خارج المحافظات وعلى خلفية ما سببته الهجرة غير النظامية إلى كربلاء من مشاكل كثيرة وصف كربلائيون قرار من الاستثناءات في منح بطاقات السكاني بالصائب متغوفين من المحسوبية في حال منحها احتيالا على القانون لغايات انتخابية حقيقة قانون تنظيم الهجرة إلى مدينة كربلاء قانون صائب عانان مع عينينا في الفترات السابقة من الأحياء العشوائية ومن الهجرة غير المنظمة وخاصة بغياب التعداد السكاني كان الزخم على مدينة كربلاء أثر على الخدمات المقدمة للمدينة أثر على المدارس على المستشبيات طبعا هذه القرارات مهمة والشارع الكربلائي فرحان بها ويعمل بأنها ستحد تحد عفوا من هذه الهجرة لأن هذه الهجرة ليس فقط تؤثر على الاستقرار الأمني بل تؤثر حتى على العمل يعني تساعد على البطالة وتتربع كربلاء المقدسة على عرش المحافظات الوسطى والجنوبية في أعداد العشوائيات نتيجة الهجر غير المنتظمة ليأتي القرار الحكومي بإيقاف منحي بطاقات السكان كإجراء سريع لإيقاف هذه الظاهرة علي خالد قناة الرابعة كربلاء المقدسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر